اشتركوا في القناة قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعطي الاف لايك لو غير راد عن تصريحات سماح انور ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد الغير راضيين عن تصريحات سماح انور ولا تنسوا ان تضغطوا اشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول سماح انور تهجم الفقهة والائمة لهذا السبب مش مقتنعة بالحجاب كشفت الفنانة سماح انور خلال حوارها في برنامج لحظات جريئة عن تصريحات صادمة حيث قالت ان من فرض الحجاب هم الائمة والشيوخ وانها مقتنعة بارتداء الحجاب مشيرة الى انها قد فهمت الايات التي استدل بها الفقهاء المسلمين على فرضية الحجاب بشكل مختلف واستكملت سماح انور خلال اللقاء الذي جرى مع العلامي احمد سالم مقدم برنامج لحظات جريئة والذي يوذع على قناة القاهر والناس في الحلقة التي تم عرضها مساء اليوم الاحد قائلة انها ليست متخصصة في الامور الدينية وان الله سبحانه وتعالى هو من سيحاسب الناس وليس الاشخاص واضافت اغطي شعري لي من قال لنفرد الفقهاء ان كمان بني ادم فستت بطريقة تانية البنات المحقبة واللبس ستريتش دا يرضي ربنا تشعر بالاختناق اذا وضعت شيء على رأسها محطات مثيرة للجدل في حياتي سماح انور واضحت سماح انور انها تشعر بالاختناق عند وضعي اي شيء على رأسها حيث اوضحت قائلة لو حطيت حاجة على دماغي باختنع انا هموت لوحدة واتحسب لوحدة متقوليش اعمل ايه بلغتني المعلومة خلاص متشكرين مني لها يحاسبني ربنا ربنا خلق الضحك وهم منعوا محبش لخوفني من ربنا ربنا بيتحبي بس اللي بخوفني من ربنا هو اللي ما يعرفش ربنا اللي جدير بالذكرى ان سماح انور كانت قد تحدثت في وقت سابق عن علاقتها الزوجية حيث ذكرت انها قد اخفت خبر زواجها بناء على رغبة اهلها الذين كانوا قلقين من ان العلاقة ستعطل نجاحها واستكملت ان علاقة الزوج لم تستمر وان الحمل بيكون مستحبا بالنسبة لها خلال تلك الفترة كما انها اخفت ان ادهم ابنها الحقيقية بسبب الحجاب هجوم شديد من الجمهور على سماح انور تعرضت الفنانة سماح انور الهجوم شديد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريحات الاخيرة عن موقفها من ارتداء الحجاب حيث قال سماح انور البس حجاب لي وغطي شعري ربنا خلالي شعري ربنا العظيم هو لخلالي شعري ده شعري مش المشكلة العورة هي المشكلة واضفت انور خلال حوارها مع العلامي احمد سالم مقدم برنامج لحظات جريئة على شاشة القاهرة والناسة انا بشوف محجابات كتير في الشارع لابسين استريتش هل دا يرضي ربنا وتابعت انا ماليش دوا بحكم الحجاب الديني ماليش علاقة بفرد ولا مش فرد اني بني ادمع عادية لو حطيت حاجة على شعري باختناء وربنا الا حيحاسبني وانا مش بحبي لخوفني من ربنا وانهلت التعليقات اللاذي عملا لجمهورة بعد عرض الحلقة وانتشار التصريحات على السوشيال ميديا معبرين عن استيائهم وغضبهم منها بالفيديو سماح انور في حديثي عن الغيرة ماشترناش بعض بالقوازة واضحات الفنانة سماح انور من خلال برنامج لحظات جريئة والذي يعرض على قناة القاهر والناس بحديثي عن الغيرة من ورايا هو حر ومش معنى ان نتجوزنا يبقى احنا اشترنا بعض واحنا مشترناش بعض بالعلاقة دي الزواج يعني ان واحد يبقى مبسوط مع واحدة وطالما انهم بيكونوا مبسوطين مع بعض بيقرروا انهم يكملوا حياتهم مع بعض بس مش معنى دا انهم يشتروا بعض ووجه الاعلامي احمد سالم سوانا لها بس هو فيه سيدات كتير بتتغير جدا على ازواجها بياخدوا منه موقف فاجابت مستتات دي تطلق برضو صح ولا ايه انا ازعل من جوزي لو مش بغير اي سيت بتحب الراجل يغير عليها لما يغير بيحس اني سيت ويقولها لبسي كده ومتلبسش كده بس لو مغارش علي دا مش هعتبره برضو سماح انوار بعد تصريح المثير عن الحجاب مليش في الدين ومحدش خوفني من ربنا قالت سماح انوار بدأت مشواري الفني بطلا منذ اول لحظة وكنت مرفها بسبب نشأة الفنية ولفتت خلال لقائه ببرنامج لحظات جريئة المذاع على قناة القاهر والناس الى ان اول عمل شاركت فيه كان مسلسل الحرملك ثم اخو البنات ثم جاء بعدها بيت القاسرات وعن رأيها في فرضية انتداء الحجاب علقت الفنانة سماح انوار اغطي شعري ليه الايما اجمع على ان الحجاب فرض مش ربنا وانا فصرت الاية اللي فيها القرآن اللي ربنا خلقني بشعري وهل شعري هو المشكلة ولا عورتي هي المشكلة انا اشوف محقبات كتير في الشارع بيلبسوا استريتشا فهل دا حق واضافت انا بني ادمى عالية ومليش في الدين بس انا لو حطت حاجة على دماغ بطخنئ ومليش علاقة بالحجاب فرض ولا مش فرض انت ولدت لوحدي وهمت لوحدي وهتحاسب لوحدي ربنا اللي حيحاسبني سبوني مع العظيم اللي خلقني هو ربنا خلق الضحك لي بحدش خوفني من ربنا وقالت الفنانة سماح انوار في لقاء سابق ان الطعام بالنسبة له هو الحب الاول وانا تعشق الطعام وضاحتنا انها حصلت على دورة تدريبية في عضاة الطعام واضافت خلال اللقاء ببرنامج اليوم تقديم الاعلام جمال عنها المدعو على فضاية الفا بعشق الاكل الحلو وما بحبش اكل كتير وليس لدي اكلة محددة في عدد الاكل فن وتابعات اشتغلت عامين في عدد الطعام وبيعه دليفري من البيت وفي احد الايام شعرت بالتعب وقررت التوقف عن ذلك فكنت استيقظ من النوم في السادسة صباحا وانزل اشتر الخضروات وانتظر الطلب فاقوم بعداده والذهب لتوصيله وانتهي من ذلك في منتصف الليل مضيفة كثرة المتحدثين في الاسلام احد اسباب تراجعنا ويجب ترك الاسلام للمتخصصين فقط فربنا خلقنا علشان نعيش مش علشان نموت فاي الشخص عايز يموت الى جانبه فهذا عبط والدنيا وسعى ويجب عدم التركيز مع الذين يعتبرون انفسهم اوصية على الدين الفنان سمح انور تثير الجدل حول الحجاب اثرت الفنان المصري المعروف سمح انور الجدل بتصريحاته حول ارتداء الحجاب خلال استضافته ببرنامج لحظات جريئة على فضائية القاهر والناس وبسؤال عن السبب خلف عدم ارتداء الحجاب قالت حكاية الحجاب دي اغطي شعري ليه ائم اجمع عليه لكن انا بتكلم عن ربنا على القرآن قال ايه واستطردت في حديثي عن ايات الدعوة الى التدام السيدات للحجاب قائلة من اللي فصل لكلام ده الشيخ يعني بني ادمين زي طب ما انا كمان بني ادم وفسرته بطريقة ثانية ان ربنا خلق شعري فهل شعري هو المشكلة ولا عورته هي المشكلة سماح انور بتخنئ من الحجاب مش قضيتي اذا كان فرد او لا علقت الفنان سماح انور على سبب عدم ارتداء الحجاب قائلت اغطي شعري ليه ائم اجمع انه هو فرد وفسر كلام ربنا بكذا ولا نعزي المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان ننهي حديثي ساطرح عليكم سواء اتمنى منكم المشاركة بارأيكم في التعليقات ما هو سبب تصرحات سماح انور العجيبة لا تنسوا ان تشاركوا بارأيكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل للفيديو من الجديد عامنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا صلاة على النبي اشتركوا في القناة